يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين السلام عليكم للباطل جولة وأية جولة وللحق دولة ولدولة الحق صولات وصولات وصولات وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثلي بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربل الطوسية مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية الحلقة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة من برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة إمام زماني كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ مجان الله منها وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ وَمَا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية المذهب الطوسي مثالا هذا عنواننا الكبير وأما الصغير المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي وهذا هو الجزء الثاني عشر أما عنواننا الأصغر قذارة المذهب الطوسي في شذوذه الجنسي قذارة عباسية وهذا هو القسم الثاني حدثتكم تحت هذا العنوان في الحلقة الماضية في القسم الأولي في القسم الأولي من عنواننا هذا قذارة المذهب الطوسي في شذوذه الجنسي قذارة عباسية هذا هو القسم الثاني سأبدأ من هذه الحكاية من دون أسماء لأن أشخاص الحكاية أحياء ربما ذهب بعضهم إلى عالم الموت لكن هناك أحياء من دون أسماء الزمان نهاية الستينات من القرن الماضي أيام مرجعية محسن الحكيم محسن الحكيم لا علاقة له بهذه الحكاية إنما أشرت إلى أيام مرجعيته كي ألفت نظركم إلى أن الحوزة كانت في قوتها كما يقولون في عصرها الذهبي هكذا هم يقولون يقولون من أن العصر الذهبي لحوزة النجف كان أيام مرجعية محسن الحكيم هكذا يقولون الحوزويون أنفسهم إذن زماننا أواخر الستينات من القرن الماضي من القرن العشرين مكاننا النجف 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 إنني أتحدث عن نجف العمائم عن نجف الطوسيين لا شأن لي بعامة الناس من أهل النجف هؤلاء أناس كبقية الشيعة في سائر محافظات ومدن العراق طامتنا عند أصحاب العمائم البيضاء والسوداء على مستوى واحد مشكلتنا هنا وأكثر مشكلتنا مع العمائم الكبيرة ومع العمائم المرفهة العمائم المرفهة هي العمائم التي تكون قريبة من المرجع الأعلى في كل زمان من الأزمنة سائر العمائم في النجف ما هي بمرفهة في معيشتها هذا هو الذي أشرت إليه فيما تقدم من حديث عن وجود طبقية وطبقية مقرفة في حوزة النجف كطبقية الإكليروس في الديانة المسيحية الكاثوليكية لا أريد أن أخوض في هذا الجانب أعود إلى حكايتي المكان النجف وفي محلة العمارة في العراق عندنا محافظة من محافظات الجنوب إنها محافظة ميسان عاصمتها العمارة ولكن في النجف هناك محلة من محال النجف تعرف بهذا الإسم إنها محلة العمارة العمارة محلة العمارة في النجف ومثل ما يقول النجفيون أعقود العمارة إنها أزقة النجف التي إذا ما دخلنا في تفاصيلها تذكرنا تذكرنا بالأزقة الشيطانية للحوزة الطوسية لا أتحدث عن أزقة جغرافية إنما أتحدث عن دهاليز ضلالها ومؤامراتها عن أزقة قذاراتها وقباحاتها التي لها أول في سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسسها الطوسي المشؤوم وليس لها آخر فإنها تستمر وتستمر في قذارتها وإلى هذه اللحظة وبحسب الروايات فإن القذارة هذه ستبقى مستمرة إلى زمان ظهور إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه هكذا أخبرنا أئمتنا وسادتنا وأولياء أمورنا صلوات الله عليه في زقاق من أزقة عمارة النجف بيت لأحد أصحاب العمائم البيضاء من العمائم الثقيلة الثقيلة في وسخها وخذارتها ولطيتها من العمائم الثقيلة في قذارتها يعقد درسا لشخصيات لم يكونوا معروفين آنذاك لكنهم في زماننا صاروا من الشخصيات المعروفة والمعروفة جدا وبعد أن أكمل درسه هذا الحجة المفضال العلامة الأستاذ من أساتذة الحوزة الطوسية النجفية القذرة لا شأن لي بحضار الدرس حديثنا عن هذا الحجة حاله حال الكساء الكساء كان يعاني من انتصاب مستديم مر علينا في الحلقة الماضية فهذا الحجة هذا الحجة المشكلة عنده أن الحجة عنده قائمة دائما هو حجة بهذا المعنى هو حجة بهذا المعنى وحجته قائمة دائما عنده القوم جلاس وإذا بضجيج قرب بيت ذلك العالم المفضال من أين تأتي هذه الضجة امرأة يبدو أنها إيرانية لأنها تتحدث بلغة عربية باللهجة الشعبية العراقية النجفية المكسرة كلماتها مكسرة جملها مبعثرة امرأة تمسك بصبي جميل جميل كالصبية الذين حدثنا عنهم الحبوب حدثنا عنهم مرجعنا الكبير الحبوب الذين كان يعشقهم نظريا نظريا أو كالصبية الذين يعشقهم جعفر الحل أو كمعشوق رضاء الهندي في القصيدة الكوثرية صبي جميل جميل هذه المرأة تهدد ماذا تريد تهدد من أنها ستبلغ الشرطة تبلغهم بماذا من أن العلامة المفضال يلوط في ولدها الصغير جيران في المنطقة نفسها نفس ذيش العقود نفس العقود العقود العمار علامتنا المفضال ومحققنا الفذ كان يلوط في هذا الصبي الجميل اضطرب أمره الأصوات ارتفعت في الزقاق وهذه المرأة تهدد بأن تبلغ الشرطة هذه زوجها معمم أيضا ومن أصحاب العمائم البيضاء ينتسب إلى عشيرة معروفة من عشائر محافظة ميسان الحكاية عجيبة الذي يلوط كان يلوط في محلة العمارة والذي يلاط فيه هذا الصبي الجميل أبوه من مدينة العمارة في محافظة ميسان فاستنجد بالحضار أنجدوني فتبرع اثناني من الحضار وتدخل في الموضوع واستطاع أن يدفع المشكلة عن أستاذهما اللواط المحقق هذا محقق حتى بالظروف إذا أكو ظروف فم يروح يدور به علامة معقق مدقق مات مات وطوته الدنيا وستطوينا نحن أيضا وستطوينا ولكن تذكروا من أن عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حب علي بن أبي طالب هذه الصفحة التي لن تطوى الصفحة التي عنوانها حب علي بن أبي طالب لن تطوى ستطوى صحائف أجسامنا صحائف سيئاتنا صحائف عوائلنا أنسابنا ما أكلنا ما شربنا ما عمرنا وما جمعنا وما ادخرنا في هذه الدنيا ستطوى هذه الصحائف طي لكن الصفحة التي عنوانها حب علي بن أبي طالب هذه لن تطوى ستبقى مزهرة مشرقة في قبورنا وفي عالم برزخنا وحينما نجوز على الصراط بسك من علي من علي ومن علي فقط سيشرق الطريق سيشرق الطريق بنور هذه الصحائف التي تزين بذكر علي على أي حال نعود إلى حكايتنا القذرة إنها من حكايات المذهب الطوسي من قذارات حوزة النجف الطوسية بعد أن حلت المشكلة هذان الشخصان الذان تدخل في الموضوع يسألان هذا العلامة المفضال هل فعلت ذلك فحدثهم بأنه قد فعل ذلك إنه أخذ الغلامة إلى السطح إلى البيتونة ما نسميه في العراق البيتونة المسقف الذي يكون على السلالم التي تصعدنا إلى السطح أو إنها غرفة صغيرة تكون مخزناً على سطح الدار كان هناك في البيتونة أكياس من البصل جاء بهذا الغلام الجميل ووضعه على تلك الأكياس وبعد أن قامت الحجة عنده عند هذا الحجة فأولج الحجة في مكانها هؤلاء هم حججنا حجج الإسلام والمسلمين على رأس على رأس سألوه وكيف فعلت ذلك فقال مخبراً بأنه لا يجد إشكالاً في اللواط يستحل هذا لا تستغرب هناك في النجف من يستحلون اللواط أنا لا أحدثكم عن مراجع النجف الكبار إنما أقول هذا الكلام لا خوفاً من أحد ولا مجاملة مع أحد إنما ما هي الحقائق حتى لا تختلط المطالب لأن الذين يكتبون في مواقع الإنترنت يكتبون الكثير من الكلام من دون مسؤولية حينما أتحدث إنني أنتقي كلماتي ولذا لن أتراجع عن أي حديث قلته في الحلقات الماضية أو في كل برامج لأنني لا أتحدث بمنطق رد الفعل ولا بمنطق إرضاء غضب عندي ولا بمنطق المزاج أنا أتحدث بمنطق تحكمه العقيدة من جهة ويحكمه العلم والتحقيق والوثائق من جهة ثانية أنتقد الخوئي الخوئي لا يقول بهذا أنتقد السستان السستان لا يقول بهذا ولا أولاده أنتقد محمد باقر الصدر هؤلاء لا يقولون بهذا ويرفضون هذا الكلام رفضا مطلقا لكنهم يعلمون بالذي يجري ولا يفعلون شيئا هذا شيء وهذا شيء هم يعلمون بالذي يجري ولا يفعلون شيئا هذا موضوع خارج عن حكاية لكن هناك في النجفي من يستحل اللواط ويستحل الزنا ويستحل الزنا بالمتزوجات ويستحل الخمر ويستحل القمار عمائم كبيرة لكنهم يفعلون هذا في الخفاء الشخصان اللذان تدخل في هذا الموضوع وكان من حضار درس ذلك العالم المفضال ذلك المحقق اللوطي من الدرجة الأولى الذي يستحل اللواط الشخصان من الشخصيات المعروفة لا أشير إلى أسمائهما ربما يكذبون قولي مع أنهما لا علاقة لهما بالموضوع إنهما كان يحضران في درسه وتدخل لحل مشكلته لا علاقة لهم بالموضوع مطلقا أحدهما صار رئيسا للوزراء في العراق بعد 2003 والآخر صار وزيرا للتعليم العالي في العراق بعد 2003 وهناك غيرهم أكتفي بهذا الحد قلت إنني لن أشير إلى الأسماء وإنما تحدثت بنحو إجمالي هذه حقيقة حقيقة سنستمر في الحديث ولكن بعد الفاصل يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا ألطف من كل لطف يا أجل من كل جلیل يا أعزة من كل عزيز سبحانك يا لالغة خلصنا من النار يا كريم السف يا عظيم المن يا كثير الخير يا قديم الفهل يا دائم اللطف يا لطيف الصنع يا منفس الكرب يا كاش فقدور يا مالك المنط يا قضي الحق سبحانك يا لالغة ألغا خلصنا من النار هؤلاء الذين يستحلون اللواطا في أجواء المذهب الطوسي من عمائم النجف القذرة وقلت لكم المراجع المعروفون الذين نعرفهم وما قبل الخوء حينما أتحدث عن محسن الحكيم وحينما أتحدث عن أبي الحسن الإصفهاني وعن بقية المراجع المراجع الذين نعرفهم لا يقولون بهذا القاول ويرفضونه مطلقا ولكن على طول التأريخ هناك من العمائم من يستحلون اللواط وهذا استمرار للمنهج العباسي من فقهاء نواصبي السقيفة بني ساعدة يستحلون اللواط يحيى ابن أكثم فقيه من الفقهاء العباسيين من فقهاء السقيفة بني ساعدة وكان المستشار الأول عند المأمون وكان قاضي القضاة في البصرة ثم صار قاضي القضاة في الدولة العباسية وهو الذي جاء به المأمون لمناقشة إمامنا الجواد في صغر سنه لإحراج إمامنا الجواد المحاورة الشهيرة فيما بين إمامنا الجواد في صغر سنه وبين يحيى ابن أكثم يحيى ابن أكثم قامة عملاقة في اللواط لطي من الدرجة الأولى سوبر ستار مع ألف نجمة بلاس ثاوزند يحيى ابن أكثم الفقيه السقيفي العباسي النصبي اللوطي بامتياز إنه يستحل اللواط إلى الحد الذي كان يناقش أولياء أهل البيت في هذا وقد كتب رسالة مفصلة فيها العديد من الأسئلة من جملتها هذا الموضوع أرسلها إلى موسى المبرقع موسى المبرقع هو ابن إمام الجوات السادات الهاشميون في العراق الذين يعرفون بآل المبرقع أو في إيران بالسادات البرقعية ينتسبون إليه موسى المبرقع من أولاد إمام الجوات يحيى ابن أكثم بعث إليه برسالته الرسالة ما يرتبط بموضوع اللواط ذكرها علي ابن إبراهيم القم في تفسيره الشريف أما الرسالة بتفصيلها فقد ذكرها الشيخ المفيد في الإختصاص كان في نية أن أقرأ عليكم من هذه النصوص لكن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب في كتاب الاختصاص وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلام قم المقدس الرسالة المفصلة التي بعث بها يحيى ابن أكثم إلى موسى المبرقع ذكرت في صفحة واحد وتسعين وذكر معها جواب إمامنا الهادي لأن موسى المبرقع حمل الرسالة وذهب بها إلى إمامنا الهادي وقال له من أن يحيى ابن أكثم أرسل لي رسالة الإمام ضحك حينما سمع ذلك ضحك لأنه يعرف يحيى ابن أكثم ومن هو فقيه اللوطيين عملاق اللواط العباسي رمز من رموز السقيفة بني ساعدة في اللواط والأبنة هؤلاء هم مفاخر الأمة الإسلامية أقرأوا عنهم يفتخرون بهم يذكرون أمجادهم وفقاهتهم ونباهتهم ووقادة أذهانهم يمدحونهم ولكن يقولون كانوا لهواطين مثلما مر علينا الكلام بخصوص الكساء قلت لكم هناك عطرة طاهرة وهناك أمة عائرة بشقيها الشيعي والسني هناك أمة عائرة وهناك عطرة طاهرة وهذه الأمة العائرة اتفقت وتواطأت كلمتها على حرب العطرة الطاهرة وعلى حرب دينها سقيفة بني ساعد حاربت العطرة الطاهرة وقتلتها سقيفة بني طوسي حاربت دين العطرة الطاهرة وقتلته ذبحته من الوريد إلى الوريد لقد تواطأت كلمة السقيفتين السقيفة قتلت العطرة الطاهرة وسقيفة ذبحت دين العطرة الطاهرة تستمر الرسالة كما قلت لكم من الصفحة الحادية والتسعين إلى الصفحة السادسة والتسعين سقطت بعض الكلمات من هذه الطبعة من هذه النسخة الكلمات التي سقطت من هذه النسخة موجودة هنا في تفسير القمي وكذلك في مصادر أخرى نقلت عن كتاب الاختصاص في القرون التي جاءت بعد قرن الشيخ المفيد فكتاب الاختصاص للشيخ المفيد يحيى ابن أكثم يستحل اللواط هذا الفقيه العباسي السقيفي الناصبي يستحله بهاتين الآيتين التاسعة والأربعون والتي بعدها بعد البسملة من سورة الشورى وهؤلاء الذين يستحلون اللواط من عمائم النجف في الخفاء وذكرت لكم الحكاية مثالا وعندي حكايات أخرى يستحلون اللواط بنفس هذا الاتجاه وبهاتين الآيتين أيضا ربما تسمعون في الإعلام هناك رجال دين في باريس مثلا أو في نيويورك مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية أو في دول أخرى حتى في بعض الدول العربية سمعت عن رجل دين في لبنان في بيروت وعن رجل دين في القاهرة وفي بلدان أخرى يقولون من أن الإسلام شرع الزواج المثلي أن يتزوج الرجل من الرجل وأن تتزوج المرأة من المرأة ويقولون من أن علماء المسلمين لا يفقهون القرآن القرآن يشرعن هذا الأمر ويشرعه هذا هو ما أقامه من دليل يحيى ابن أكذم وقبله من قبله من اللوطيين عبر التأريخ إلى زماننا والحكاية التي ذكرتها لكم حكاية حقيقية دقيقة يماثلها كثير من الحكايات أنا لا أحدثكم هنا عن الخطابيين اللعناء هؤلاء لا علاقة لهم بالمذهب الطوسي هؤلاء سبائيون منهجهم منهج سبائي سدومي هؤلاء سبائيون سدوميون الآن الخطابيون هنا من منهم في لندن يلوط بعضهم في بعض ألا لعنة الله عليهم ويزداد لواطهم في هذا الشهر لأنهم يعدون اللواط عبادة عبادة يتقربون بها إلى الله وإلى إمامهم ويعدون اللواط وسيلة من وسائل التمهيد والتعجيل في ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ماذا يفعل الشيطان بالإنسان ماذا يفعل به فهؤلاء اللوطيون من الخطابيين أنا لا أتحدث عنهم هنا ألا لعنة الله عليهم هؤلاء لا علاقة لهم بالمذهب الطوسي ولا علاقة لهم بهؤلاء الذين يستحلون اللواط من الطوسيين أو من سائر المذاهب العباسية الأخرى الذين أصطلح عليهم الأكثميون نسبة إلى يحيى بن أكثم الأكثميون هؤلاء الذين يستحلون اللواط من أتباع المذاهب العباسية اللوطية لأن العباسيين مثل ما وصفهم المأمون في الرسالة التي قرأت ما قرأت عليها منكم بأنهم مخنثون مؤنثون تحدث عن العباسيين كلهم لم يتحدث عن مجموعة من المجموعات هذا هو المنهج العباسي في دولة الخلافة العباسية اللوطية في دولة الأبنة واللواط هذا هو العصر الذهب للحضارة الإسلامية في بغداد الذي يمتدحه الوائل وأمثال الوائل به ترهاتهم وضلالاتهم السخيفة وقد قرأت ما قرأت عليكم من ضلال الوائل في مدحه لأئمة اللواط ولأمراء الأبنة للخلفاء المنكوحين ولأمراء المنكوحين هذا هو واقع الأمة من دون رتوش من دون قشور أقرأ الآيات لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يستدلون بهذه الآية أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أنا ماذا أقول لهم يا أولاد الحرام يا أولاد الحمير الحمير ستعترض علي حين أقول لهؤلاء يا حمير يا أولاد الحمير يا أولاد الحرام الآية واضحة الآية واضحة واضحة جدا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا هناك من ذريتهم من الإناث فقط يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وهناك من ذريتهم من الذكور فقط ما هذا واقع أمام أعيننا أو يزوجهم يزوجهم أي يجمع لهم التزويج تجميع والمزاوجة مجامعة ويقال للإثنين إذا اجتمع زوج من أي نوع من الأنواع من الحيوانات أو من النباتات من الجمادات أو من أي شيء آخر يقال زوج أي اجتمع واحد مع واحد فصار اثنين أو يزوجهم أن يجمع لهم ما بين الذكور والإناث وتستمر الآية ويجعل من يشاء عقيمة أين جاء معنا تزويج الذكور بالذكور والإناث بالإناث يا أولاد الحرام يا أولاد الحمير يا أيها المأبونون أين جاء ذكر الزواج هنا ولذا في أحاديث العترة الطاهرة أقرأ عليكم من تفسير القم وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة التاسعة بعد العاشرة بعد الستمائة ينقل حديثا عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا أي ليس معهن ذكر ويهب لمن يشاء الذكور يعني ليس معهم أنثى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا جميعا يجمع له البنين والبنات أي يهبهم جميعا لواحد يهبهم من الذكور والإناث في ذريته ما ما بقي ما بقي من كلام بخصوص يحيى ابن أكثم لا أجد وقتا لقراءته بإمكانكم أن تعود إليه فهو موجود في الصفحة نفسها وفي هذين المصدرين في كتاب الإختصاص للمفيد وفي تفسير القم يكمل أحدهما الآخر وهذه مزاوجة أيضا مزاوجة بين تفسير القم وكتاب الإختصاص لشيخنا المفيد الآية واضحة لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم إنه عليم قدير انتهت الآيتان فهناك من ذريته إناث وهناك من ذريته ذكور وهناك من ذريته متزاوجة مجموعة ما بين الذكور والإناث وهناك من هو عقيم هذا هو الذي تحدثت الآيتان عنه أين موضوع التزويج أين موضوع الزواج المثلي في هاتين الآيتين صدقوني هؤلاء أخذوا دينهم من العباسيين والطوسيون أيضا في فقهم بغض النظر عن هذا الموضوع إذا دققنا فيه فإنه يخالف القرآن ويخالف أحاديث العترة ولذا دائما أردد وأقول هناك تشيعان تشيع للعترة وتشيع للمراجع الطوسيين الذين هم لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة وفقهم عباسي قذر هؤلاء الأكثميون الذين يستحلون اللواط أخذوا فقهم من العباسيين أيضا إذا ما ذهبنا إلى سورة طاهة في الآية الحادية والثلاثين بعد المئة بعد البسملة ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا يعني مجموعات يعني أصناف الكلام هنا ليس عن التزويد وَلَا تَمُدَّنَّ أزواجا منه أنه هذا المعنى هو هو هنا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا مجموعة ذكور مع مجموعة إناث في ذرية رجل واحد المنطق هو المنطق هذا هو منطق قرآن محمد وآل محمد الذي لا بد أن نأخذ تفسيره من علي وآل علي بحسب بيعة الغدير وإلا سنقع في حفر الضلال كحفرة من هذه الحفار من حفر الأكثميين وأمثالهم من اللوطيين العباسيين ألا لعنة الله عليهم فهذا العلامة المفضال كان من هؤلاء الأكثميين وصدقوني يوجد الآن في النجف أنا أتحدث عن معلومات يوجد في أوساط حوزة النجف الكثير من هؤلاء الأكثميين نذهب إلى فاصل يا من هو في عهده وفيه يا من هو في وفائه قبير يا من هو في قوته علي يا من هو في علوه قريب يا من هو في لطفه شريف يا من هو في شرفه عزيز يا من هو في عزه عظيم يا من هو في عظمتهي مجيد يا من هو في مجدهي حميد سبحانك يا من هو في وفائه اللهم اني اسألك بسمك يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا باقي سبحانك يا الغاش حينما يشتغل الشيطان فإنه يشتغل وفقا لخطة محكمة جدا فهو لا يطالب الجميع أن يمارسوا اللواطة بشكل مباشر وهم يخالفون الحكم الشرعي إنني أتحدث عن أوساطنا الدينية فتارة يأتي كي يخدع الفقيهة الشيعية ويدفعه لأن يقول أشعار اللواط وإن لم يكن هذا الفقيه يمارس اللواط لكنه يفتح نافذة يفتح ثغرة في المنظومة الدينية يحرك الشعراء على اختلاف مراتبهم وعرضت ما عرضت عليكم من النماذج يحرك المراجع الذين لا يستحلون اللواط ولا يفعلون اللواط ولا يقبلون ذلك لكنه ينطق بالفتاوى التي تفتح نافذة على اللواط فينطق على لسان الخوعي كي يصدر لنا الفتوى من أنه يجوز للرجل أن يعبث وأن يلعب بالأعضاء التناسلية لرجل آخر بعنوان اللعب فقط يعني تفريج بس تفريج تفريج يعني مساج بس تفريج يفرّج له يجوز تعبان يجوز يسر وله تعسر هذه الفتاوى الفقه الميسر مراجعنا العظام مع التيسير وليس مع التأسير وهذا هو الذي تحتاجه الأمة خصوصا في هذا العصر الذي تتعقد فيه الحياة وهي بحاجة إلى تيسير الأحكام ويصدرون لنا الرسائل العملية تحت عنوان الفتاوى الميسر الفقه الميسر من جوه مو من فوق إبليس يخدع هذا المرجع ويخدع ذاك كي يحلل اللواط الصناعي وذاك الذي يحلل الزناء الصناعي عبر التلقيح الصناعي وهكذا الذين حللوا التلقيح الصناعي أنا أقسم لكم بكل الأخسام إنهم يحرمون الزناء ويحرمون اللواط ولكنهم سلموا رقابهم لشيطان كي يصدر الفتاوى على ألسنتهم الشيطان الشيطان أيضا يحرك الفقه سين ويدفع الأستاذ الحوزوي صاد كي يشرعن ويشرع من الأحكام لللوطيين على على سبيل المثال باقر الإيرواني محمد باقر الإيرواني هو لا يقول بحلية اللواط ولا علاقة له بالموضوع لكنه يتحدث في هذه الأجواء كي يقوم بحل مشاكل اللوطيين عبر هذه الفتاوى أن الرجل إذا وطع الغلام في جبوره فهل يجب عليه الجواب إذا قرود تحقق الإنزال قرود المني فهذا هو السبب الأول يكفي كلامه إذا لم يكن مع الإنزال المسألة خلافية والسيد المرتضى قد صلى روحه الشريف علم الهدى الذي هو من أعلامنا أعلام الإمامية المتقدمين الذي هو أستاذ الشيخ أبوصي قد صلى روحه الشريف وأخ للشريف الرضي مؤلف كتاب نهج البلاء هذا العلم الجليل ذهب إلى أنه نعم يجب الغسل بوطع الغلام وتمسك لذلك بالإجماع المركب بمعنى أن كل من قال الوطع في دبر المرعي يوجب الغسل قال بأن الوطع في دبر الغلام أيضا يوجب الغسل هذا مقطع من دروسه أيام شبابه حينما كانت لحيته سوداء محمد باقر الإرواني هذا مثال ومثل هذا كثير في أجواء الحوزة الطوسية في النجف وغير النجف يفرعون هذه التفاريع التي ما تحدث عنها أئمتنا من أين جاءونا بها جاءونا بها من سقيفة بني ساعد من فقه سقيفة بني ساعد الوهابيون وضعوا هذا المقطع في مواقعهم الألكترونية وقالوا من أنه يبيح اللواط الرجل لا يبيح اللواط الشيطان ينطق على لسانه بهذه الأحكام التي تشرع للنوطيين هو يتحدث بعد أن جاءنا بسيل من المقدمات لمدح الشريف المرتضى من أن الشريف المرتضى تمسك بالإجماع المركب الإجماع غير المركب هو شيطاني الإجماع المركب هذا شيطاني أس اثنين هذا مركب تركيبا شيطانيا نحن ما عندنا إجماع في دين العترة الطاهرة لا يوجد شيء اسمه إجماع وإذا ما ورد ذكر كلمة إجماع في أحاديث أهل البيت إنها تتحدث عن إجماع رواة الحديث في نقلهم لرواية عن الإمام المعصور هذا هو الإجماع الذي عندنا أما هذا الهراء الناصبي والذي ركضت إليه الشيعة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى ونظر له بشكل قوي الطوسي هذا مدخل شيطاني وإبليسي واضح جداً لمن كان له أدنى مسكة بمعارف أهل البيت ولكن أن لهؤلاء أن يطلعوا على معارف أهل البيت ورؤوسهم قد ملئت بخذارات النواصبي وبخذارات الطوسيين الذين سبقوهم لماذا لم يتحدث أئمتنا عن هذه المسألة هل هناك من غسل على اللوطي أو لا إذا مالاط بملوط عليه من غسل والملوط عليه غسل أو ليس عليه غسل هذا الأمر لم يتحدث عنه الأئمة أتعلمون لماذا لأن اللواط كفر إذا اجتمل على الإلاج أئمتنا هكذا يقولون وقرأت هذه الرواية عليكم تهذيب الأحكام للطوسي وهذا هو الجزء العاشر وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران في الصفحة الثانية والستين إنه الحديث السادس بسنده بسند الطوسي عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن اللواط فقال بين الفخذين هذا هو اللواط والذي يترتب عليه الحاد وهذا له تفصيله في أحاديث أهل البيت قال وسألته عن الذي يوقب يدخل يولج في دبر الذي يلوط به فقال ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله الكفر ليس له من غسل الكفر غسله التوبة الكفر ليس له من غسل الكفر غسله التوبة في فقه العترة الطاهرة في إجراءات التوبة قد يكون هناك غسل هذا شيء آخر لكن الكفر ليس له غسل فهؤلاء اللوطيون الذين يولجون في أدبار الملوطين هؤلاء كفار في فقه العترة ليس لهم من غسل هذا الذي يتحدث عنه باقر الإيرواني هذا تنظير لأحكام لللوطيين يعني هذا العلامة مثلا الذي حددتكم عن حكايته في بداية الحلقة حينما كان يلوط بالغلام قطعا سيصلي فهل سيغتسل أو لا يغتسل هذا كافر بحكم العترة الطاهرة طهارته التوبة وبعد أن يتوب تأتي تفاصيل التوبة قد يكون هناك غسل هذا موضوع آخر أما أن الإيلاج في دبر الملوط يترتب عليه الغسل هذا هراء من المرتضى أو من غير المرتضى أو من باقر الإيرواني هذا هراء نحن ما عندنا دليل اسمه الإجماع فضلا عن أن يكون عندنا دليل آخر اسمه الإجماع المرك ركبه الشيطان في رؤوسكم هكذا يفعل الشيطان مثل ما قلت لكم يحرك هذا كي يقول شعر اللوطية يحرك هذا كي يصدر أحكام لللوطيين وهكذا تجري الأمور ويقنع هذا بما قاله يحيى ابن أكذم كي يصبح من الأكذميين من أمثال علامتنا الذي مر الحديث عنه ومات وولا ذهب إلى قبره نذهب إلى فاصل موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في نفس السياق الذي كان يتحدث به الإيرواني نقلا عن المرتضى وعن إجماعه الشيطاني المركب في نفس هذا الاتجاه الخوئي والتبريزي معه أيضا الميرزى أجواد التبريزي الجزء الثاني من صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات هذه الطبعة طبعة دار الصديقة الشهيدة إنها الطبعة الأولى 1431 هجر قمري قم المقدسة فتاوى الخوئي في آخر عمره مع فتاوى أجواد التبريزي الذي صار مرجعا من بعد وفاة الخوئي ورجع إليه الكثير من الخوئيين صفحة 446 رقم السؤال 1519 هل تزوج ابن آدم من المطبوع من أخوتهما الذي يفترض من أخواتهما هل تزوج ابن آدم من أخواتهما أم حورية وجنية مثل ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة فقابيل ظهرت له جنية ولما رغب في الزواج منها زوجه أبوه آدم من تلك الجنية التي تصورت بصورة بشرية وهبيل كذلك أنزلت له حورية وهذا المعنى ذكرته الروايات والأحاديث عن العترة الطاهرة بتفصيل واضح بنحو يذكره الأئمة يأتي منسجما ومنطبقا مع آيات الكتاب الكريم لو كان المقام للحديث عن هذا الموضوع لبست القول فيه وقد تحدثت عنه فيما سلف في برامج سابقة لكن المقام هنا مقام الإجمال هذا السؤال يوجه إلى الخوئي هل تزوج ابن آدم من أخواتهما أم حورية وجنية أم تزوج حورية وجنية الخوئي الأخبار الواردة في ذلك مختلفة ولا محذورة فيما لو صدقت إن كان بالأخوات لإمكاني أنها لم تكن محرمة في شرع آدم على الأخوة وهل الإجابة في هذه المسائل تبنى على الإمكانات على ما يمكن أن يكون ممكناً في ذهن هذا المرجع أو في ذهن أي إنسان هذه وقائع حدثت على الأرض وهذه الوقائع التي حدثت على الأرض تشكل البداية البشرية وعند عائلة نبي إنه أبونا آدم فلابد أن تكون منضبضة بالضوابط التي يريدها الله فهل هذا كلام كلام منطقي من المرجع الأعلى من زعيم الحوزة العلمية في النجاف من الإمام الخوئي في الحقيقة هذا هراء بل هو ضراط بتمام معنى الكلمة أي إجابة هذه هذه الإجابة أدخلت السائلة في تيه وتيه وتيه وتكشف عن تيه عند المرجع نفسه هل تزوج ابن آدم من أخواتهما أم حورية وجنية الخوئي هكذا يجيب الأخبار الواردة في ذلك مختلفة ما هي بمختلفة لكن بعض الأحاديث جاءت موافقة للنواصب بلسان التقية ولا محذورة فيما لو صدقت إن كان بالأخوات لإمكاني أنها لم تكن محرمة في شرع آدم على الأخوة الأئمة يقولون من أن حرمة التزاوج بين الأخ وأخته هذه حرمة ثابتة في ديانات كل الأنبياء منذ زمان أبينا آدم وإلى يوم القيامة هذا منطق الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنا لا أريد أن أناقش الموضوع من جميع جهاته لكنني أقول إن الفتاوى بهذا النسق فتاوى شيطانية إنها تفتح النوافذة للشذوذ الجنسي فمرجع يقسم بمؤخرة الغلام الذي يذوب في مؤخرته عشقاً وهياماً وآخر يفتتح مديح أمير المؤمنين بكلام قذر في التغزل بغلام مأبون يصف جماله بآيات من القرآن تخاطب رسول الله يخاطب بها ذلك الغلام المأبون كما في القصيدة الكوثرية وإن كان الأمر نظرياً سلسلة الفتاوى التي مر ذكرها علينا ما تحدث به في الفيديو المتقدم قبل قليل محمد باقر الإيرواني ومثل هذا كثير في الموسوعات الفقهية وفي الرسائل العملية وفي دروس البحث الخارج وحينما يأتي الجواب بهذه الطريقة هذه عملية ترويض للعقل الشيعي على تقبل الشذوذ الجنسي بدرجة من الدرجات بحسب المستويات التي حدثتكم عنها المستوى العقائد الفكري المستوى الفتواء المرجعي المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن المستوى الواقعي العملي في داخل المؤسسة الطوسية نفسها من الكبار إلى الصغار المستوى الاجتماعي والمجتمعي والسياسي العام في الأمة التي هي من أتباع المذهب الطوسي القذر ألا تلاحظون أن الشيطان يُحكم قبضته على هذا المذهب القذر عبر نوابه الذين يقولون لم يُعلق على هذا السؤال يعني أن جوابه هو هو الذي أجاب به الخوعي هكذا اتخذ عهدا على نفسه في بداية الجزء الأول من أنه إذا كان متفقا مع الخوعي لا يُعلق إذا اختلف معه في شيء فإنه سيُعلق هذا يعني أن ميرز جواد التبريزي مرجع شيعي آخر كلامه هو كلام الخوعي وهكذا تتعاضد الفتاوى الشيطانية من نواب الشيطان الطوسيين لفتح الثغرات في منظومة العقل الشيعي التي يُريد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن يجعلوها جزءا من منظومة طيب الولادة أما الشيطان ونوابه هؤلاء أتحدث عن كبار مراجع الطوسيين يأخذون الشيعة باتجاه منظومة خبث الولادة في الجزء الثالث من الكتاب نفسه صراط النجاة أيضا فتاوى الخوعي وفتاوى إجواد التبريزي في الجزء الثالث صفحة 313 رقم المسألة 975 بأي قصد تقرأ المؤمنة المؤمنة بالتأنيث بأي قصد تقرأ المؤمنة هذه الجملة ومن الحور العيني برحمتك فزوجنا من أدعية شهر رمضان من أدعية شهر رمضان وحتى في غير أدعية شهر رمضان لكن الجملة هذه من أدعية شهر رمضان بأي قصد تقرأ المؤمنة هذه الجملة ومن الحور العين برحمتك فزوجنا وما أشبهها من الجمل في الأدعية إذا الظاهر اختصاص ذلك بالرجال ظاهر الجملة ومن الحور العيني برحمتك فزوجنا هذا مختص بالرجال المرأة حينما تقرأ الدعاء ماذا تقصد بهذه الجملة الخوئي هكذا يجيب سنة لزوم تخالف الجنسين آخرين في النكاح والزواج من أحكام هذه النشأة أي من أحكام النشأة الدنيوية من أحكام النشأة الترابية سنة لزوم تخالف الجنسين في النكاح والزواج من أحكام هذه النشأة ولم يثبت لزومه للنشأة الآخرة يعني في الآخرة يمكن للنساء أن تتزوج النساء وهكذا أيضا يمكن للرجال أن يتزوجوا الرجال أدري إن فتحين نادي لللوطيين والسحاقيات يا أيها الخوئي هذا الخرط منين جبت أنت كلام يبنى على الاحتمال مثل ما مر الحديث في قضية زواج أبناء آدم من أخواتهم سنة لزوم تخالف الجنسين في النكاح والزواج من أحكام هذه النشأة ولم يثبت لزومه للنشأة الآخرة كيف لم يثبت الآيات صريحة والروايات صريحة في ذلك لكنكم نقطتم بيعة الغدير لا تفسرون القرآن بتفسير علي وآل علي تفسرون القرآن بحسب المنهج العمري بحسب المنهج العمري إذا فسرنا القرآن فإن الكلام يكون هكذا بحسب المنهج العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير إذا فسرنا القرآن فإن الأمر سيكون مختلفا جدا أستمر في قراءة هذا الضراط الخوي سنة لزوم تخالف الجنسين في النكاح والزواج من أحكام هذه النشأة أدري إحنا ما خلصنا منكم بالدنيا من فتاوى ضلالكم لحقين الناس بالآخرة أكون هناك مني قلتكم سؤال ما تعرفون جوابه اكلوا عسل وانتشبوا وقولوا هذا من عرفه لماذا تضرطون يا سيد المحققين هذا تضريط يا سيد المضرطين هذا تضريط ما هو تحقيق سنة لزوم تخالف الجنسين في النكاح والزواج من أحكام هذه النشأة ولم يثبت لزومه للنشأة الآخرة حيث أن سنة الزواج هنا لغرض التوليد في الدنيا لغرض التوليد وتداوم الأمثال بدلا عما يتحلل فيها بتمادي قرون الحياة يتحلل فيها لأن الإنسان يموت والكائنات تتفكك بدلا عما يتحلل فيها بتمادي قرون الحياة المبنية على حكمة تفاني عناصر الكيان والضرام أمد الحي يفترض أمد الحياة أمد الحي عناصر الكيان والضرام إنها عملية النمو والاندثار وهذا المراد الكيان عملية النمو والتفاعل والضرام عملية الاندثار والانفعال فالإنسان ما بين فعل وانفعال ما بين نمو ونشوء واندثار الحياة هكذا الحياة تصارع الموت والموت يأكل الحياة حيث أن سنة الزواج هنا لغرض التوليد وتداوم الأمثال بدلا عما يتحلل فيها بتمادي قرون الحياة المبنية على حكمة تفاني عناصر الكيان والضرام على حكمة تفاني عناصر الكيان والضرام أمد الحياة مهما عاش في تقلباته ليعمل ناتجا لما شاء الله تعالى له وأمره به دون ما هنالك من سنة الجزاء التي لغرض حصاد ما عمله في دنياه من نعيم أو جحيم فالسرور أو النفور العائدان هناك غير مرهونين بسنة التوليد وتلاحق الأمثال يعني التناسل فللآخرة شعن آخر والله العالم خلاصة قوله هكذا هذا العالم عالم الدنيا له خصائصه من جملة خصائصه أن العالم هذا فيه نبو ونشوء وفيه اندثار هناك حياة وموت فإذا أريد لهذه النشعة أن تبقى وأن تستمر الكائنات الموجودة فيها فلابد من تكرر الأمثال وهو التناسل ولابد من التزاوج فهناك الذكور وهناك الإناث إلى بقية التفاصيل التي أشار إليها لكن الأمر في الآخرة يختلف عن هذه النشأة الدنيوية فحينئذ لا حاجة لكل هذه التفاصيل يمكن أن تتزوج المؤمنة من الحورية فحينما تقرأ المؤمنة ومن الحور العيني برحمتك فزوجنا هي أيضا تتصور وهي تقرأ الدعاء من أنها ستمارس السحاق مع الحوريات أية تربية هذه أية تربية هذه في أحاديث أهل البيت في فقه العترة الطاهرة المرأة عندها جنابة كما أن الرجل عنده جنابة في النوم بحسبها الأئمة بينوا هذا لنا مفصلة فماذا يترتب على هذا يترتب على هذا أن غسل جنابة لا بد أن تلتزم به المرأة ولكن الأئمة قالوا لنا اترك هذا الموضوع لماذا حفاظا على عفة النساء فحكموا لنا بحكم آخر حفاظا على عفة النساء مع أن المرأة تصيبها الجنابة مثل ما الرجل وتترتب الأحكام عليها لكن الأئمة أعطونا حكما جعلوه مقدما على ذلك الحكم أن يترك حكم جنابة النساء حفاظا على عفة النساء فهناك من النساء لا خبر لهن بالموضوع ولا يصبن بهذا الأمر فلأجل أن لا تثار الصور الجنسية في أذهانهن من دون حكمة ومن دون فائدة الأئمة عطلوا هذا الحكم وهذا واضح في الروايات والأحاديث ولذا فإن المراجع الطوسيين داخوا في الموضوع فحينما يسألون عن هذا هم في حيرة من أمرهم فقه العترة هو هذا هناك جنابة للمرأة بحسبها وللرجل جنابة بحسبه وهناك أحكام لجنابة المرأة وأحكام لجنابة الرجل هذا مذكور في الروايات والأحاديث لكن الأئمة جعلوا حكم جنابة الرجل ساريا وعطلوا حكم جنابة المرأة حفاظا على عفتها لأن أكثر النساء لا تبتلى بهذا الموضوع الخوء يريد من الشيعيات حينما يقرأن هذا الدعاء وهذا الدعاء يقرأ في كل ليلة من ليالي شهر رمضان وفي سائر الأدعية الأخرى هذا الكلام يتردد في تعقبات الصلوات اليومية في أدعية تعقبات الصلوات اليومية يتردد هذا الكلام فيريد من المؤمنات أن يستحضرن هذا المعنى أن يمارسن السحاق مع الحور في الجنان هذا هو الذي أقوله من أن الشيطان يعبث بالشيعة من خلال نوابه نواب الشيطان هم هؤلاء المراجع أنا أسألكم بالله إذا كان الأئمة هكذا يتعاملون مع أحكام الجنابة هل يقبلون أن أدعيتهم تفسروا بهذه الطريقة هذا تفسير شيطاني ومن الدرجة الأولى وهذا التفسير تتبناه حوزة النجاة وكلاء السيستان إذا ما سئلوا يجيبون بهذا الجواب فهذا الجواب موجود على موقع المجيب الذي يعود إليه السيستانيون في معرفة فتاوى السيستاني وهذا الجواب يكرره الخطباء على المنابر هل هذا هو الذي يريده أئمتنا من أن الشيعية وهي تقرأ هذا الدعاء تتصور أنها ستمارس السحاق مع الحوريات في الجنان هذا جزء من منظومة الشذوذ الجنسي في هذا المذهب الطوسي القذر ينفذه كبار مراجع الشيعة نيابة عن الشيطان هؤلاء ما هم نواب صاحب الزمان حدثتكم عن أن روح القدس ينطق على ألسنة أولياء أهل البيت هل هذا منطق روح القدس أم هذا منطق الشيطان النجس هذا منطق الشياطين إنه منطق مراجعنا العظام العظام هؤلاء هم مراجعنا العظام مراجع الشذوذ الجنسي هذه فتاوى لتهيئة النساء للشذوذ الجنسي نذهب إلى فاصل يا خير المرهوبين يا خير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستعنسين 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 يجيب التبريزي يمكن أن يكون الدعاء لولده أولا السؤال عن مؤمنة لولدها ولكن الأمور مختلطة عند هؤلاء يمكن أن يكون الدعاء لولده أو أخيه وغيرهما حيث أن ضمير الجمع ومن الحور العيني فزوجنا أن ضمير الجمع حيث أن ضمير الجمع لا يدل على أن الدعاء لنفسه لنفسها لنفس المؤمنة بل قد يكون لغيره لغيرها لغير المؤمنة كما ذكرنا ونظير ذلك كما لو كانت الأم تدعو لولدها بزوجة صالحة فتقول يا رب ارزقنا فتاة مؤمنة صالحة ما هذه السذاجة ما هذا الوراء هؤلاء هم مراجعكم العظام هذه فتاوه وهذه إجاباته كلام شخيف إلى أبعد الحدود هؤلاء لا يفقهون أن القرآن وأن أدعية العترة الطاهرة نظمت في هندسة واحدة القرآن في سورة الفاتحة ماذا نقرأ في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم هذا صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالي إذا ذهبنا إلى سورة النساء وفي الآية الثامنة والستين والتي بعدها بعد البسملة سنجد شرحا للذين أنعم الله عليهم ولهديناهم صراطا مستقيمة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إذن هذا الصراط هو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهؤلاء إذا ما قرأوا سورة الفاتحة كيف يقرؤونها؟ نحن لسنا من النبي ولسنا من الصديقين ولسنا من الشهداء ولسنا من الصالحين بالمعنى الأكمل الذي يتحدث عنه القرآن نحن نحب الصالحين ولسنا منهم يحق لنا أن نقرأ السورة فإننا نطلب من الله أن يهدينا الصراط المستقيم الذي هو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين أنعم الله عليهم مثل ما جاء في سورة النساء هم هم النبيون والصديقون كيف يقرؤون السورة القرآن نظم بهذه الطريقة رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاته في التشهد في الأذان في الإقامة في مواطن التشهد في الصلاة وغير الصلاة حينما يصل إلى هذه الجملة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي في بعض الأحيان كما في الروايات يقرؤها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يتحدث بصيغة الغائب وفي بعض الأحيان يقرؤها هكذا وأشهد أن عبد الله ورسوله وهكذا في السلام عليه في آخر الصلاة مرة يقرأ الصيغة بصيغة الغائب وأخرى يسلم على نفسه إنه يخاطب نفسه الأدعية على سبيل المثال إذا أردت أن أأخذ المثال سبيل فسقنا ومن الحور العيني برحمتك فزوجنا بحسب الخوع فإن المؤمنة تدعو أن تمارس السحاق مع الحوريات وبحسب ميرزا إجواد التبريزي إن المؤمنة هنا تدعو لأخيها وأبيها أن يتزوج من الحور العين وعلى هالإخرطي اطحين اش ناعم ويقولون على هالرن اطحين اش ناعم وعلى هالإخرطي من نواب الشيطان من مراجعنا العظام العلمي خر من فق ومن جو الأدعية حالها حال القرآن هذه النصوص لم تصنف للرجال فقط أو للنساء فقط أو للأطفال فقط أو للشباب الأصحاء أو للشباب المرضى أو للذين فقدوا أيديهم أو للذين فقدوا أرجلهم أو لأبطال العالم في المصارعة أو في الملاكمة هذه الأدعية فيها سياقات هذه العبارة ومن الحور العين برحمتك فزوجنا هذا سياق في أدعية الرجال مثلما سأذكر لكم أمثلة من دعاء الحسين في يوم عرفة مثلا حينما نقرأ في الدعاء نخاطب الله سبحانه وتعالى ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما سويا وحفظتني في المهدي طفلا صبية هل هذا الدعاء خاص بالذين خرجوا من بطون أمهاتهم بهذا الوصف خرجوا تامين أشوياء يعني أن الذين خرجوا من بطون أمهاتهم ما هم بتامين وأسوياء خرجوا من دون يد من دون الرجل بأي نقص من النقاص هذا الدعاء لا يقرؤونه نقرأ أيضا اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني خلقا سويا رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنية يعني الذي لا يكون سميعا لا يكون بصيرا لا يقرأ هذا الدعاء أم أنه يدعو للآخرين به ماذا المنطق في موضع آخر من الدعاء نفسه يا صاحبي في وحدتي يا غياثي في كربتي يا ولي في نعمتي يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب هل كل الناس من ذرية إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب هل هذا الدعاء مخصوص بذرية إبراهيم وإسماعيل في آخر الدعاء يوجد أيضا لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين هذا يكون شاملا للجميع هذه عبارة للجميع هذه العبارة لأبناء إبراهيم وإسماعيل سياق الكلام هكذا يقتضي مثلما الأمر في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم أمير المؤمنين هو الصراط المستقيم وهذا المعنى معنى حقيقي حينما يقرأ السورة فهل يقرأها على أن الله يهديه إلى الصراط المستقيم هو الصراط المستقيم هذا السياق لا ينطبق عليه القرآن هكذا نظم والأدعية هكذا نظم يا من دعوته مريضا فشفاني وعريانا فكساني إذا كان الإنسان مريضا ودع الله ولم يستجب له إما أن دعاءه لم تتحقق فيه أشراط وشرائط الاستجابة وإما أن المصلحة له أن يبقى مريضا فهو دعا ولم يشفى من مرضه هذا يعني أنه سوف لن يقرأ هذا الدعاء يا من دعوته مريضا فشفاني وعريانا فكساني وجائعا فأشبعني وعطشانا فأرواني وذليلا فأعزني وجاهلا فعرفني ووحيدا فكثرني وغائبا فردني ومقلا فأغناني ومنتصرا فنصرني وغنيا فلم يسلبني لم يسلبني غناي إذا كان أهداعي لم تتوفر فيه صفة من هذه الصفات فهذا يعني أن الدعاء لن يقرأه أي منطق هذا ما هي الأدعية كلها هكذا حينما نقرأ أيضا في الدعاء نفسه في دعاء يوم عرفة فبأي شيء أستقبلك يا مولاي أبسمعي أم بصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك يا مولاي فلك الحجة والسبيل علي إذا كان الإنسان لا يملك رجلين مثلا لا يملك يدين لا يملك سمعا لا يملك بصرا هل هذا يعني أنه لا يقرأ هذا الدعاء القرآن كله بني على منهج تعدد السياقات وأنا جئتكم بسورة الفاتحة لأن الفاتحة أم الكتاب ولأن الفاتحة هي التي نقرأها يوميا كرارا ومرارا في صلواتنا المفروضة ولاحظتم ما لاحظتم من مثال واضح بينته لكم في سورة الفاتحة الأمر هو هو في كل الأدعية على سبيل المثال مثلا في أدعية شهر رجب هذا الدعاء المروي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان يا من أرجوه لكل خير وآمنوا سخطه عند كل شار يا من يعطي الكثير بالقليل في آخر الدعاء الإمام الإمام مد يده اليسرى وقبض على لحيته ودعى بهذا الدعاء وهو يلوذ بسبابته اليمنى اليمنى بمسبحته اليمنى نحن لا نقول عن أصابع الأئمة سبابة أصبعي سبابة أما أصابعهم مسبحة ولكن أنا أقرأ ما هو موجود في النص هنا وهو يلوذ بسبابته اليمنى بمسبحته اليمنى ثم قال بعد ذلك قبض على لحيته وكان يلوذ بمسبحته اليمنى إمامنا الصادق وهو يقول يا ذا الجلال والإكرام إلى آخر الدعاء المرأة تفعل هذا أيضا ولكنها تضع يدها على ذقنها فليس لها من لحيته هذه الأدعية لها سياقات ضربت لكم مثالين من دعاء طويل كدعاء يوم عرفة إنه دعاء سيد الشهداء في يوم عرفة وكدعاء إمامنا الصادق في شهر رجب من الأدعية القصيرة وهكذا حال سائر الأدعية الأخرى هذه الأجوبة أجوبة شيطانية أجوبة مراجعنا العظام إبليس ينطق على ألسنته لهذا السبب أحذركم من فتاوى هؤلاء المراجع ولهذا السبب أحذركم من كتبهم ومن دروسهم ومن رسائلهم العملية وأقول لكم عليكم بالفرار وإذا كنتم مضطرين فتعاملوا مع الفتاوى الضرورية التي تحتاجونها مثلما تتعاملون مع الميتة كالمضطر الذي يريد أن يأكل من جثة خنزير ميت متعفنة متفسخة فعليه أن يأخذ شيئا يسيرا جدا لأنه سيموت تعاملوا مع رسائلهم العملية بهذه الطريقة أما عقائدهم ففروا منها فروا من عقائدهم وفروا من تفسيرهم للقرآن وفروا من فهمهم للأدعية هؤلاء ينطق الشيطان على ألسنتهم وهذه قذارتهم منذ بداية شهر رمضان وأنا ألقي بقذارتهم بين أيديكم من كتبهم من مصادرهم من رسائلهم العملية التي يفرضونها عليكم أن تعملوا بها هذا هو المذهب الطوسي القذر نذهب إلى فاصل يا من خلق فسوى يا من قد ترى فهدى يا من يكشف البلوى يا من يسمع النجوى يا من ينقذ الغرقى يا من ينجل هلكى يا من يشف المرضى يا من اضحك وبكى يا من امات وحيا يا من خلق الزوجين الذكر والعنثى صبحانك يالا يا من يا من في البرن والبحر سبيلو يا من فل آفاق آياتو يا من فل آيات برهانو يا من فل ممات قدرتو يا من في الغبور عبرتو يا من في القيامة ملكو يا من في الحساب حيبتو يا من في الميزان قطاعو يا من في الجنة ثبابو يا من في النار عقابو سبحانك يا الله الغاب هناك حديث مفصل جدا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه رواه الكليني في الجزء الثامن من الكاف الشريف طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والثلاثين إنه الحديث السابع بسنده بسند الكليني عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن حمران حمران هذا هو حمران ابن أعين ابن أعين على القراءتين هذا أخ لزرارة ابن أعين الإمام الصادق يتحدث عن موقف كان له مع المنصور الدوانيقي كان في نية أن أقرأ الحديث بتفاصيله لكن وقت الحلقة انتهى سأذهب إلى موطن الحاجة من وهو ما يرتبط بلوطية العباسيين وبالشذوذ الجنسي عند العباسيين إمامنا الصادق يحدث حمران بما سيكون في العصر العباسي في العصر العباسي الأول وإشارات إلى العصر العباسي الثاني الإمام هكذا يقول ورأيت الفسق قد ظهر ظهر في الزمن العباسي الأول لأن الإمام كان في بداية الرواية كان يساير ويرافق الدوانيق في المسير وذكر تفصيلا لا مجال لقراءة الحديث عودوا إلى المصدر نفسه وقرأوا الرواية هي طويلة تتحدث عن المجريات التي تجري على أرض الواقع وتخبرنا عن حال الدولة العباسية اللوطية القذرة الإمام يقول ورأيت الفسق قد ظهر وكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ورأيت المؤمن صامتا لا يقبل قوله إلى آخر الكلام الإمام الإمام يتحدث عن التفاصيل الكاملة عن واقع المجتمع العباسي في الزمن العباسي الأول وهناك إشارات إلى الزمن العباسي الثاني الذي سيكون قريبا من زمان ظهور الحجة بن الحسن صلوات الله عليه ورأيت الفسق قد ظهر واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ورأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة يعطي ما تعطي المرأة أي أنهم يفعلون فيه مثل ما يفعلون في المرأة مثل ما تعطي المرأة الجنس فهذا الغلام يعطي الجنس أيضا كي يفعلوا فيه ورأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة ورأيت النساء يتزوجن النساء ورأيت الثناء قد كثر ورأيت الثناء قد كثر إنها عملية المدحي والتعظيم لكل شيء جديد بغض النظري هل هو على خير أم هو على شار وهذا هو الذي يجري بيننا قلبوا القنوات الفضائية حتى المومسات والعاهرات إذا ما حضرنا إلى برامج التلفزيون وحتى اللوطيون فإنهم يمدحون ويثنى عليهم والسياسيون السراق اللصوص يمدحون في كل مكان وعلماء الشيطان يقدسون هذا هو الثناء الذي يكثر في كل مكان ورأيت الفسق قد ظهر واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ورأيت الغلامة يعطي ما تعطي المرأة أنا أذهب إلى المواطن التي تحدث فيها الإمام ما بين هذه الجمل هناك جمل أخرى تتحدث عن سائر شؤون الحياة في العصر العباسي ورأيت الغلامة يعطي ما تعطي المرأة ورأيت النساء يتزوجن النساء ورأيت الثناء قد كثر ورأيت الرجال يتسمنون للرجال في الزمن العباسي كان الرجال يتسمنون للرجال وهو مثال للرجال الذين يحاولون أن يظهروا بالمظهر المثير لللوطيين يتسمنون يحاولون أن تكون مؤخراتهم منتفخة مثل ما مر علينا كيف أن الحبوب وكيف أن بقية الشعراء يذوبون عشقا وغراما في المؤخرات المكتنزة الممتلئة مثل ما تحدث عبود غفلة في مساجلة اجمع أفكار قزموس ماذا قال عن الإنجليزي والهنود هكذا قال عنهم ببلادنا سكنة كفر ووجوههم برس وصمر عدهم مؤخرات ها كبر بدأ المؤخرات هناك كلمة عدهم مؤخرات ها كبر حلان بصر ومشموس اجمع أفكار قزموس حلان بصر ومشموس ومثل ما أقسم الحبوب بمؤخرة معشوقه برتفه قسما برتفه ورأيت الرجال يتسمنون للرجال والنساء للنساء ورأيت الرجل معيشته من دبره ومعيشة المرأة من فرجها وأعتقد أن البرنامج الذي عنوانه تقصي والذي عرضت ما عرضت منه في الحلقات المتقدمة عبر قناة النجباء التي هي من قنوات الحجد المقدس عرض لنا البرنامج كيف أن شباب الشيعة في العراق يكسبون رزقهم ومعاشهم حدثنا عن التشقات وعن غير ذلك تتذكرون هذا في الحلقات المتقدمة لا تنسوا هذه الأمور وإلا ستضيعون الطريق وتضيعون البوصلة أمير المؤمنين قال لنا لن تعرف الرشدة حتى تعرف الذي تركه ورأيت الرجال يتسمنون للرجال والنساء للنساء ورأيت الرجل معيشته من دبره ومعيشة المرأة من فرجها ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر هذا التأنيث يظهر في العصر الأول وفي العصر الثاني أيضا ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر وأظهر الخضاب وامتشط كما تمتشط المرأة لزوجها بغداد قد ملئت من هؤلاء من أبناء الشيعة من أبناء الشيعة بغداد قد ملئت من هؤلاء هؤلاء هم أبناء العباسيين ما هذا المذهب الطوسي هو مذهب عباسي والحكومة في بغداد عباسية قذرة والمرجعية في النجف عباسية قذرة نجسة ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر وأظهر الخضاب وامتشط كما تمتشط المرأة لزوجها وأعطوا الرجال الأموال على فروجه يعني على أدباره وتنفس في الرجل وتنفس في الرجل وتغاير عليه الرجال إلى أن يقول في شأن العباسيين ورأيت الولاة يقربون أهل الكفر ويباعدون أهل الخير أهل الكفر الذين نقضوا بيعة الغدير وكذلك الذين يمارسون اللواط فإن فطرتهم قد انتكست وانتكاس الفطرة هو انتكاس العقيدة وانتكاس مواثيق بيعة الغدير ورأيت الولاة يقربون أهل الكفر ويباعدون أهل الخير ورأيت الولاة يرتشون في الحكم ورأيت الولاية قبالة لمن زاد قبالة أي أنها معروضة للبيع قبالة أي أنها معروضة للبيع ليس هذا هو الذي يجري في بغداد ورأيت الولاة يقربون أهل الكفر ويباعدون أهل الخير ورأيت الولاة يرتشون في الحكم ورأيت الولاية قبالة لمن زاد قبالة أي أنها معروضة للبيع فمن دفع أكثر فإن المناصب وإن الإمارة ستكون له ورأيت ورأيت الولاية قبالة لمن زاد ويتغاير على الرجل الذكار تغاير فيما بين الرجال على الرجال ويتغاير على الرجل الذكار فيبذل له نفسه وما له هذا الذي يعشقه ورأيت الرجل يعير على إتيان النساء وقت الحلقة صار طويلا للحديث بقية وصلة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله